بص احنا اتكلمنا قبل كده في نقطة ونقطة واقعية جدا قلنا لما بيجي اي رمز لما بيجي اي مسؤول او معظمهم خلينا نقول بيبحريس جدا ان هو يزور مقر النادي الاهلي ان هو يكون يعني زي ما بتقال كده في جولة في اطلاع على مجريات النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وده برضو مش كلام احنا عرضنا لحضراتكم كم المسؤولين ورؤساء الاندية المختلفة والمنافسة بالمناسبة اللي بيجي وبيحب ان هو يقوم بجولة داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة ويشوف تاريخ البطولات ودولاب البطولات بتاعنا كل ده بيفرق بشكل كبير جدا فجولة كانت لطيفة جدا ومحترمة جدا وزي ما كريم بيقول لها انعكاس ان انت حاجة كبيرة انت كيان كبير جدا مسؤولين من دول مختلفة ببحرسين ان هم ييجوا ومش بس كده يشوفوا اوجه التعاون بينك وبينهم على اسعادة مختلفة اعتقد ده امر اللازم الواحد يفرح بشأنه يا كريم وتأكيدا بقى للتفصيل اللي انت ذكرتها من شوية بصي معالي السفير ده سفير ايه الارجنتين وما قدراكم يا حضرات بالمال ارجنتين في كرة القدم فلما يكون رمز للارجنتين باي شكل من الاشكال بيبدي اعجابه بالنادي الاهلي والانجازاته بذل طبعا كانت جولة محترمة جدا وكابتن محمود الخطيب حرس ان هو كمان يرحب بيئة سفير الارجنتيني والوفد المرافق لي وكان فيه جلسة مطولة ناقش معهم العديد من الامور المتعلقة زي ما كنا بنقول لحضراتكم على اوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة اللي جاية والسفير قام بجولة زي ما حضراتكم شفتوا ورحل ملعب مختار التيتش وصالة الامير عبدالله الفيصل ونصب طبعا النصب التذكاري للشهداء وصالة الكاراتي ودولاب البطولات زي ما كنت بقول على كل حال خلينا نتابع التقرير ده عشان مزيد من التفاصيل ونرجع نكمل اشتركوا في القناة